يقول لي الدكتور عبد المحسن الجار الله لخرافي وفقه الله أهديت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى كتابا عن المربين في الكويت وكلهم من الأموات فلما نظر إليهم صاحب السمو قال له يا دكتور عبد المحسن الأحياء أشد فرحا بالثناء من الأموات فجئته بعد مدة وقد ترجمت لبعض أعلام الكويت وأكثرهم من الأحياء فأثنى علي خيرا يعيش بيننا طائفة من العلماء والمفكرين والمبدعين ما زالوا يتحفون الأمة بثرائهم العلم لكنهم في نفس الوقت يعانون من فقر متقع يمنعهم تعففهم من وصف حالهم أو سؤال غيرهم فإذا مات تدافع الناس على ذكر مآثرهم وفيهم من يقول مات رحمه الله فقيرا لا أعرف أنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زوتني زادي على علو مقامه وعظيم أثره فإن القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي خرج من بغداد إلى مصر بسبب الفقر والحاجة فخرج إليه جمع كبير من أهل بغدادي والدعونة فقال والله لو وجدت عندكم مدا من باقي الله ما فارقتكم لم يستطع أحد أن يقول له أمكث ومدوا الباقي الله عليه الأديب المصري عباس العقات والمؤرخ العراقي محمود شيث خطاب رحمه الله تعالى باع بعض كتبهما من أجل توفير العلاج والمؤرخ العراقي الكبير الدكتور عبد الرحمن الحج رحمه الله والذي أبناه قبل أيام باع بعض كتبه من أجل دفع فاتورة الكهرباء تلمس حاجة العلماء فالتأفف يمنعهم من وصف حالهم أعلم أن كثيرا من الناس لو علم بحاجة محتاج من عامة الناس فضلا عن علمائهم لسعى في قضائها لكنني أدعو إلى البر مع العلماء وعدم عقوقهم بإنشاء وقف خيري مصرفه سد حاجة العلماء وبرهم في حياتهم قبل مماتهم كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كثيرا ما يردد قول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر اشتركوا في القناة